حملة ترق أبواب في أماكن تجمع الشباب يقوم بها عبد العزيز سمير عضو حملة عشان تبنيها المؤيدة للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي سمير يؤكد أن الدافع للترويج للسيسي في حملته الدعائية بالانتخابات الرئاسية هو إيمانه بما قدمه السيسي في فترة رئاسته الأولى لشريحة الشبان التي تعد الأكثر عددا بين شرائح المجتمع المصري عبد العزيز سمير لا يكل ولا يمل من دعوة الشباب للمشاركة في تلك الانتخابات والتصويت للسيسي أعتقد ما فعله رئيس عبد الفتاح السيسي خلال ولياته فترة رئاسية للأربع سنين أولنية أعتقد رئيس الوحيد المؤمن بتفعيل وتمكين دور الشباب خصوصا في هذه المرحلة يمكن شايفين أكبر نسبة للشباب متمثلة في السلطة التشرعية في مجلس النواب ممثلين كشباب أنا شايف اللي احنا علينا دور كبير جدا خصوصا أن أكثر من 60% من تصويت العملية الانتخابية هو أكثرهم شباب وخصص الرئيس المصري للشباب عام 2016 كما نظم العديد من المؤتمرات لتلك الفئة العمرية في العديد من المحافظات المصرية وحدد لهم قوتة تمثلية في مجلس النواب وعلى الجانب السياسي بدأ السيسي في تنفيذ برنامج للعفو الرئاسي عن شباب الثورة الملقى بهم في السجون خلال السنوات الماضية غير أن آخرين رون أن الرئيس لم يحقق المأمولة منه وأنه تخلى عن عوده للشباب بالحرية والديمقراطية والمشاركة في الحكم كما أن أوضاعهم الاقتصادية ما زالت بائسة للأسف الشديد أنا شايف أن الشباب من الفئات اللي عانت معاناة كبيرة جدا على مدى السنوات الأربع الماضية وإحنا كنا يعني بنتردر أنه هو في عام ما يسمى بعام الشباب كان من الأكثر الأعوامل اللي تم فيها القاء القبض على أعداد كبيرة من الشباب وإحنا حتى على مستوى النواح الاقتصادية إحنا لما نتكلم على المؤشرات التي تستخدمها الحكومة معدلات البطالة من خفضتش غير بالمعدل يدوبك 1% وتبقى صناديق الاقتراع الفيصل في تجاوب الشباب للمشاركة في تلك الانتخابات أو الإنصات لأصوات معارضة تدعو إلى المقاطعة وتران الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد فتاح السيسي على الشباب الذين يشكلون قوة مرجحة في الانتخابات الرئاسية رغم ما تصفوه قوة معارضة بتراجع الاهتمام بقضايا الشباب سواء على المستوى الاقتصادي أو في مجال الحقوق والحريات محمد عبد الله الحرة القاهرة